اشتركوا في القناة اكتر عن انقطاع القهرباء هنتكلم اكتر عن الاجتماع اللي تم اول امس ما بين وزير البترول ووزير القهرباء وفي مجلس الوزراء وطبعا رئيس الوزراء هنتكلم بالتفصيل عن هذه الازمة مع الاستاذ السيد حجازي نائب رئيس تحرير الاهراب السيد صباح الخير اهلم بحضرتك وعايزين اقول نعرف اين المشاكل اللي احنا فيها ايه ازمة القهرباء حقيقة دعينا نتفق اولا ان القهرباء اصبحت كالماء والهواء بالنسبة للانسان لا يمكن الاستغناء عنها باي حال من الاحوال المشكلة اللي احنا عندنا مش مشكلة القهرباء بس هي مشكلة طاقة اه نجي نقصالها نلتقيها مشكلة طاقة نجي نبص نلتقي القهرباء بتقول ما عنديش غاز او وقود لادارة المحطات اللي عندي انا عندي واحد وثلاثين الف ميجا مش عارف اشغل منهم اتنين وعشرين الف الحمل اللي بيوصل له الاستهلاك اليومي بنجي نبص نلتقي البترول يقول لا انا عندي ولكن عندي الكهرباء مشاكل في صيانة المحطات كل ده ألم بان جعل الفترة اللي بتمر بها البلاد انقطاعات متكررة بالساعات وتصل من مرة لثلاث مرات او اربع مرات وخمس مرات يوميا على المنطقة الوحدة كان الاول يصرح بعض المسؤولين بانها مرة في اليوم وفي الفترة المسائية اللي هي بتبدأ من المغرب لغاية الساعة 11 بالليل لمدة اربع ساعات لكن اصبحت حتى نهريا كمان بتقطع القهرباء هل فهلاً عدد من المحطات هي مصممة أصلاً علشان يتم تشغيلها بالغاز وبعدين بعد أزمة الطاقة وأزمة الغاز اللي كنا بنمر بيها فبتدوا يشغلوها بالسولار فده أفسد كثير من المحطات وعمل مشاكل كثيرة طبعاً احنا عندنا منظومة الطاقة بتتكون من محطات تقليدية اللي هي بتكون محطات حرارية بتشتغل بالمزوت وبالسولار ومحطات غازية بتشتغل بالغاز ومحطات مركبة تشغل بالاتنين وفيه محطات الشمس ومحطات الرياح ده خليط الطاقة والمحطات المائية اللي هي بتتمثل في السد العالي عندنا في المحطات اللي هي بتشتغل بالدورة المركبة بتتمد بالغاز أو السولار في وقت الحاجة له لكن لما يكون مفيش غاز ولا سولار بتشتغل بالمزوت المزوت ده سيء جداً بالنسبة زي بالزبط ما تكون عندك عربية بتشغلها ببنزين 92 وتجي تحط لها 80 فلازم يحصل ضرب الصيانة بتاعتها بدلا ما كان بتصن كل إسبوعين هتصن كل إسبوع الحاجة التانية أن التشغيل بتاعها هيكون بطيء والحرق بتاعها هيكون بطيء والانتاجية بتاعتها هيكون بطيئة فبالتالي بتأثر على انتاجية الطاقة المولدة لتأمين القهرباء المواطنين أول مرح فيه اجتماع في مجلس الوزراء عقدة ما بين وزير البترول وزير الكهرباء وطبعا المهندس إبراهيم محلب ورئيس اللي هو رئيس الوزراء حارتك شايف أنه ما هي نتائج هذا الاجتماع وأفتكر أنه كانت كل التصريحات اللي تلعت لنا الوضوح والشفافية وأنه لازم يكون المواطن على علم بكل ما يحدث ولكن هل من جديد؟ هو الوضوح والشفافية اللي طلعوا بيها أو نتيجة الاجتماع يقول أن المواطن اللي عنده خمس لمبات يطف في لمبة واحدة ده اللي هم أنا عاوز الوقت سولر وغاز ومزودت لتشغيل المحطات عاوز كميات كبيرة والوقت ظهرت كمان توابير الغاز توابير السيارات التمويلة في المحطات الوقت يعني أنت لو شفت أنا شفتها من بالي كم يوم بشوف العربات مرتصة الوقت فأصبح فيه هي فيه أزمة طاقة أزمة الطاقة دي هنخرج منها زي لا بد للمواطن أن يتعامل مع هذه المشكلة إنه اللي عنده بيرسلم عنده مش عارف لمبات مش موجود يعني زي دعن حكته يطفيها بحس نخرج من هذه الأزمة إنما رئيس الوزراء هيعمل إيه ما باليد حيلة عاوزين موارد عاوزين كل يوم استثمارات لا تتقل عن مليار دولار لاستراد الغاز والسولار لتشغيل محطات الكهرباء لأن محطات الكهرباء بتاخد كميات كبيرة جدا عشان تشتغل والمحطة بتشتغل 24 ساعة ففي الحالة اللي هي لما يقف عندها الغاز يقل فبتضطر تقوم واقفة فيبدأ يجي مركز التحكم يقوم واقف وقل بس خفضوا تخففوا الأحمال عن بعض المناطق إطاعوا الكهرباء لمسلا لتلات تلاف ميجا لا أسوأ اللي خلى ريلا بس أكيد في حلول بتيلة برضو غير أن يعني طبعا أنا مع حضرتك المواطن لازم يرشد الاستهلاك ولازم ما نكونش يعني بنتعامل مع الموضوع وكأنه مش أزمة لأن إحنا حقيقي بنمر بأزمة حقيقة ولازم يكون لنا دور ولكن أيضا أن الحكومة والدولة لازم يكون عليها دور هم شخصوها بأنها في أزمة يعني أقول لحضرتك الحاجة اتفقوا أني هيدخلوا تلات محطات قبل الصيف يعني أكيد في حلول بديلة أكيد فيه طاقة بديلة أكيد فيه كلام يعني أكيد فيه أقول لحضرتك أصلي الطاقات البديلة والحاجات اللي هتعامل الحلول دي مش هتعامل النهاردة عشان تجيب نتيجة مش فورية مش فورية نحن نقول للمنتجة الفورية الوقتي أنه نخفض الاستهلاك بتاعنا بقدر الإمكان وده ممكن يكون حل مهجز وده ممكن يكون حل يخلي المواطن يحس فعلا بالاختلاف في معدلات القطاع الكهرباء طبعا أنا واحد من ناس بناشد كل أم وكل ست بيت أن هي ما تشغلش الأجهزة الأجهزة الكهربائية اللي بتستهل الكهرباء في الفترة من بعد المغرب لغاية قبل نص الليل اللي هي زي الغسالة زي المكنسة يعني كل الأجهزة الكهربائية بحيث أن احنا نخرج من هذه الأزمة لكن الأزمة تخلي الحاجات دي أحسن للصبح اتفقوا الوزراء مع بعض بحضور رئيس الوزراء على أن هم هيوفروا السولار والغاز لكن مش هيبقى بالكميات الكافية مش هيبقى نهائي بالكميات الكافية زيد على ذلك هيدخلوا تلت محطات للخدمة أنا مبسوط جدا أن تلت محطات هيخش بس هتجيب لهم غاز وصلر منين ما أنا عاوز المحطات اللي اتعملت بمليارات الجنيهات دي عاوزها تشتغل عاوزها إيه عاوزها صولر وعاوزها مازوت وعاوزها غاز هتجيب لها منين ما هو يعني أنا ماشي أنا بعمل مشروعات أنا عاوز اللي هيشغلها إيه يعني يا فرحتي عندي عربية ومش لقلها بنزيم هتعمل إيه تركاب المترو بقى آه بالزبط طيب حالتك شايف أنه فيه الحقيقة يعني اختلاف بعض المناطق فيه مناطق الحقيقة بتعاني بشكل كبير جدا وفيه مناطق لحد ما يمكن تكون النور بتقطع عندهم مرة في اليوم أو حاجة طيب المناطق التانية اللي بتعاني حقيقة من الشدة وكثافة في قطاع الكهرباء بالمرتين وبالتلاتة في اليوم بالتلاتة وبالأربعة وبالخمس ساعات ده هيكون حلهم إيه هو حضرتك ما دول أكيد محتاجين حل تاني نفق إنها لا تقطع عنها القهرباء ليه المستشفيات المخابز محطات الصرف الصحي الإقسام كل الأماكن دي فكل اللي مرتبط بالأماكن دي مش هيتطفع عنه يعني ممكن يكون فيه سكان جنبها فما بتطفعش عنها يقول لك ده ناس مسؤولة لا هي مش مسؤولة على حاجة هي جنبها مستشفى جنبها مخبز جنبها وحدة صرف صحي حاجات كلها الحاجات اليومية اللي هي لا يمكن قطع القهرباء عنها لكن فيه أماكن بتقطع عنها القهرباء زي في الريف من قرية تابعة مركز المنصور بتقطع عنها القهرباء بتستنى من الساعة 9 للساعة 3 العصرة أو 4 العصرة بتتناسى هو بيقطع القهرباء يقول لك بنعمل خط مش عارف إيه بنعمل مش عارف يعني هي دي كلها كرة الكرة هي المظلومة أما المدن غالباً بتكون فيه آلية للاستجابة الناس بالإبلاغ بأنهم فيه حقيقي الكرة فعلاً مظلومة لكن المشكلة في حد ذاتها هنا في المدن برضو الأماكن اللي هي العشوائية العشوائية دي أصبحت هي سبب نكست القطاع الكهرباء لأن القطاع الكهرباء لما صمم صمم على مساحة معينة أو الكابلات اللي تمدت على الأرض عشان توصل الكهرباء للمواطنين اتعملت على مساحة مثلاً 2-3 كيلو فأصبحت العشويات اللي تمتد برضو على مسافة 2-3 كيلو فبدأت تاخد من الكابل اللي موجود ده قبل من غير الكابل زي بالزبط لو عندك حضرتك عمارة مكونة من خمس أدوار بتعمل لها مصورة المية سمك مثلاً 2 بوصة فما تيجي تبني كمان خمس أدوار تانية لابد أنك تغير المصورة دي على أساس ضغط المية يزيد فده بيكلف كتير جداً واستثمارات هنشيل الكابلات الأديمة عشان نوسعها ازاي ما دي عاوز استثمارات كبيرة جداً والقطاع عاد محدود المحدود للغاية بعد امتناع بعض المواطنين عن دفع الفطورة السرقات برضو ناس بتسرق وبناء عليه حتى هم فتحوا العشوائيات كمان أنا مش عارف يعني المعادلة دي هتبقى ازاي فتحوا الكهرباء لتوصلها للمباني العشوائية ديها طبعاً هتبقى مشكلة ونكبة على قطاع الكهرباء لأنه هيوصل ما عندهش قدرات هيددي إذا كان هو للمشترك العادي مش قادر يوفيه أو يأمن له الطير القهرباء بتاعه فهيددي العشوائي ازاي تيجي نسأل السؤال ده يقولك أصلهم موصلين سرقة طيب موصل سرقة لو هو سارق مولع لمباو 2 وخايف إنما لما هو هتقنله وضعه وتدله عداد هيجيب تكيفات وهيجيب وهيجيب بعد ما كنت بتستهلك 22 ألف ميجا هتستهلك 30 ألف ميجا ويحصل فيه ضرب فيه الشبكة الكهربائية طيب وفين مباحث الكهرباء فعلاً؟ مباحث الكهرباء بتشتغل بس مين اللي يقدر يعمل حاجة؟ تمنى أقول لحضرتك مباحث الكهرباء بتشتغل بس هي مباحث الكهرباء كمان ممكن تبنع السرقات ممكن تبنع حاجات كتيرة جدا إحنا عاوزين نتفق إن إحنا خارجين من ثورة والوقتي انت شفت ما بقى حدث لضباط الشرطة وأخيرها الحادث الأليم اللي بنناعي الشهداء فيه أبس دي فجرات يا فندم ده مموش علاقة بمحاربة الفسائل ما هنتي برضو لو فيه ضابط شرطة راحوا من شرطة وراحوا الواحد خبطوا عليه وقالوا وريني لو سمحت انت سرق كهرباء مش هيدقلهم بيته لازم يكون أمر من نيابة والأمر من نيابة حتى كمان مش هيدقلوش هيحصل فيه شد وجذب وإحنا مش في مرحلة شد والجذب إحنا عاوزين كل الناس تتعاون وكل الناس تصح ضميرها شوية يقول حرام ده حرام يعني أقول لحضرتك على حاجة الناس اللي هي في البيعين المتجولين اللي وقفين في الشوارع في قلب مدان رمسيس في قلب مدان الإسعاف في قلب مولعين لمبات لمبات كبيرة جدا سرقينها من داخل الواصلات اللي هي بتاعة عمدة الإنارة حد يقدر يكلمهم وهم شايفينهم شايفينهم والناس بتمر عليهم وبيمر عليهم بزباط وبيمر عليهم ووزراء وبيمر عليهم في الشارع وشايفينهم تبقى نعمل إيه ده لما الدولة تقوم أرقانها يحصل بقى إن فيه رئيس منتخب مجل الشعب منتخب ياخد قرارات يبدأ تنفيذ القانون على كل من هب ودب ويشوف برضو علاج الناس دي ايه ايه مشكلتهم يعني مشكلة الناس دي كانت ممكن اللي هو العشويات هم بينهم لكن فين الأحياء فين دوره الأحياء يعني أنا برضو وزير الكهرباء معذور البيت ده تبنى في غمضة عين وجاي يخد مية وخد كل هتيجي على سلك الكهرباء اللي هيشده واسرقه ويعمله ما خلاص ما انت سبتوا بنا فين انت زي ما هدتلوش من الأول وانت فاكرا الوقت لما العمارات اللي عاديين يهدوها دي انا مقتنع باللي بيعملو ده طب انت كنت فين وهو بابني ده بانع 12-13 دور ده انت المفروض تساءل والمفروض تدفع له غرامة يعني هو بنا واستغفلك وانت جاي تهدوه الوقت يعني حرام الناس اللي دفع ما زال ان رفع الدعم عن الشركات والمصانعة هو بص حضرتك عشان نخرج من المشكلة بتاعة بانها تتم حاليا المصانع كلها يجبار المصانع او عدم اعطاء رخصة لأي مصنع الا من يعمل واحدة توليد كهربائية ذاتية بذاته ايا كانت حرارية او شمسية يعني المصانع كلها مصانع السراميكو مصانع الاسمانتو كلها في الصحراء وعندنا شمس يعمل طاقة شمسية ويكلفها ويفصلها عن الشبكة خالص مش بس المصانع اللي لسه هتتعامل يا فندم المصانع وشريكات الموجودة كمان ما هو الموجودة دي خلت لي كانت المفروض ما تاخدش اساسا لكن كان عندنا فقط يعني المفروض يكونوا بيعتمدوا الحقيقة على حاجات مختلفة هي اما طاقة بديلة يا اما اساليب مختلفة هي اما يترفع عنهم الدعم هي المفروض حتى لو ترفع عنهم الدعم هم عاوزين كهرباء ما بقول لك ياخد الكهرباء باي شكل هو اخدها عاوز يشتغل عاوز ينتج عاوز يستثمر لكن هتدهلوا منين ما هتدهلوا على حساب الاخرين او المشتركين الاساسيين التي نشأت من اجلهم الشبكة الكهربائية المصانع دي كانت المفروض تعمل لنفسها محطات لكن كان عندنا فائض وكنا فاكرين ان الغاز هيستمر ولكن الموارد المحدودة وقفت عائق امام تنفيذ ذلك فاصبح ان احنا الوقت من هنا وطالع ان كل المصانع اللي تنشأ يجب انها تعمل محطات بذاتها وتفصل عن الشبكة مساومة اعتقد ان فيه مصنوعين بالفعل موجودين بيتعاملوا مع توليد الطاقة الطاقة الشمسية لا هو فيه في كذا مصنع بطاقة الرياح بطاقة الرياح فيه في العين السخنة بطاقة الرياح بيعملوا لسه بيعملوا لنفسهم محطة شركة مش عارف بقى مش عارف قدر اقولها اسمنت السويس يعني بتعمل حاجة عن طاقة الرياح 120 ميجا من طاقة الرياح هتعملها لها وتشتغل منها وتبيع الباقي للشبكة يعني هو مستفيد هيبقى الباقي الفائد عنده للشبكة احنا عاوزين نشجع المثال ده نشجعه بتوع استراميك وبتوع الأسبانت وبتوع الحديد كل ده لو هو عنده فائد عمل حاجة وفائد هيبقى للشبكة يعني وهيبقى مستفيد وبالتالي هيخفف العب عن الشبكة القهربائية وتؤمنها للمواطنين اللي هم مش لقينها الوقت ده ليه ما يتعمامش يا فندم ده ليه تجريبة زي كده ما تعمامش مش عارف القانونة المصرية أو يعني مش عارف أنا قاعد أنا قاعد محتار يعني إزاي يطلع له رخصة إزاي ما أقول لحضرتك على الحاجة المستشفات نفسها في الرخصة بتاعتها أنه يحط محطة يعمل مولد لنفسه ذاتي بحيث لو الكهرباء قطعت يولع عشان لو عنده عمليات لو عنده لو عنده تجي تبص غالبية حوالي 60% أو 65% من المستشفات ما عندهاش مولد كهرباء احتياطي والآخر يقول لك كهرباء قطعت دي كارسة زي الكارسة اللي حصلت الفترات اللي فاتت أعتقد السنة اللي فاتت لما النور كان بيتقطع وبردو كهرباء كان بتتقطع وأعتقد أن فيه أطفال كتير جدا في الحضانات في الحضانات لحالات وفاية يعني بيموت ويجي رفعه عضية يقول لك على الكهرباء لا الكهرباء ما هي هيقول لك أنا ماليش دعوة أنا في العقد بتاعي أو في البتاع أنه عندي لو الكهرباء قطعت نبدأ أن يشغل المولد الاحتياطي لإجراء العملية إذن فحضرتك شايف أنه من الحلول أنه إحنا ممكن نفعل قوانين بأنه يكون فيه مولدات للكهرباء والطاقة مختلفة تماما عن الحاجات اللي بيستخدمها حضرتك المفروض مثلا المفروض المفروض حاليا الاتجاه للطاقة الشمسية والطاقة الرياح اللي هو الدولة ماشية فيها لكن المشكلة في حد ذاتها أنها مكلفة جدا زيد على ذلك العمل بتاعها بطيء يعني مثلا نحن عندنا محطة شمسية في الكريمات مبنية على مساحة لا عدد لها من الأفدنة لكن انتاجها إيه 150 ميجا بتنتج 20% من الطاقة الشمسية والباقة بالغاز فين الجدوى بتاعتها الطاقة فيه بيعملوا حاجة في كومومبو بالطاقة الشمسية بس بالتخزين نظام التخزين بطاريات بحيث أنها تشتغل ليل ونهار إنما التانية دي بتشتغل بالنهار بالشمس وبالليل بالغاز والسولر يعني عملية عملية مكلفة جدا طاقة الرياح عندنا مزرعة الرياح في الزعفرانة إجماليها الوقت حوالي 550 ميجا اللي بنتج منها يومي لا يصل إلى مت ميجا بل يقل لأنها معتمدة على الهواء وبعدين المروح بتشتغل ساعات بتاعة طل الطيور بتيجي تقف عليها حاجات كتيرة جدا عوامل يعني أنا مقصود يعني عملية إننا نعتمد على جزء واحد من الطاقة ده مستحيل لابد من تنوع مصدر الطاقة حتى لو نضب زي المحطات المائية ما عدناش نقدر ننتج كهرباء من المياه خالص نهائي لأننا خلاص انتهينا السد العالي قسنا خزان أسوان واحد واثنين عندنا اللي هي أسيوط المائية آخر حاجة وبعد كده ما عدش خلاص انتهت يبقى 1200 ميجا دول من الطاقة ومرتبطين بتصريف المياه حوالين السد أو حوالين التربينات بتاعت لو المياه قلت هتنتج إلي يعني إحنا لو عندنا 1200 ميجا من انتاج كهرباء من المياه لو المياه قلت ممكن تنتج ألف بس فحاجات كتيرة جدا عوامل بتأثر في توليفة أو انتاج الطاقة الكهربائية بالنسبة للشبكة القومية ولكن هل في حلول مطروحة يعني هل الأزمة دلوقتي يبدأ التتفقن بشكل كبير جدا خلاص وكلنا بنعاني منها هل في حلول فعلا مطروحة على أرض الواقع الحلول المطروحة أنه هي يقولك أن احنا هندخل محطات جديدة طيب المحطات الجديدة هاو زغاز وصول أرواه هو بقى البترول يبدأ يكتشف أبار يبدأ ينمو عملية الاكتشافات شوية هتمش شوية ننمي عملية اللي هي الإنارة اللي هي بالخلايا الضوئية اللي هي الخلايا الشمسية اللي فوق الأسطح بدل ما نزرع الأسطح كلها بتاع اللي هي بتاع الأطباق الدش دي لأ نعملها مصففات حرارية وننتج كهرباء هم عملوا تجربة في وزارة الكهرباء الوقتي بتنتج إنارة عامة بالنسبة للمبنى بحوالي عملوها بحوالي الهيئة العربية اللي تصنيع عملتها بمليون ونص حاجة تفه جدا يعني مبنى زي الإزاع والتلفزيون ده ممكن الإنارة العامة بتاعته يتعامل برضو قولي ب2 مليون ب2 مليون جنيه يعني ونلغي الإنارة العامة من الشبكة ونسيب بس الحاجات التقيلة اللي هي التكيفات والأجهزة على الشبكة ده نخفف كل البيوت دي لو اتعاملت هتوفر كتير جدا وبالتالي هيقوله التكلفة ما هيش مكلفة ولا حاجة يعني أنا عشان القاهرة الكبرى بتستالك حوالي 9000 ميجا 9000 ميجا دول عشان نعملهم عاوزين 120 مليار جنيه لو إحنا جينا فصلنا القاهرة الكبرى دي عن الشبكة بالنسبة للإنارة قولي الإنارة بتاعتها بس هتبقى 4000 ميجا والخمسة دول الأجهزة الكهربائية اللي فيها والحاجات دي ونعمل الخلايا الضوئية على الأسطح ممكن توفر كتير جدا حل وسريع الحل التاني الأسرع كمان إنه نعزل جميع المدن الجديدة عاني الشبكة الكهربائية وشغلها بالطاقة الشمسية أو بأي طاقة يعني المصانع اللي هناك تساهم في إنها تنور الأماكن دي يعني كل المدن الجديدة دي فيها مصانع كبيرة جدا وناس أسروا من هذا الوطن وبقوا كويسين جدا يساعدوا بقى الوطن بيناديهم يساهموا إنهما ينوروا الأماكن دي وبفلوس ويعملوا نفسهم كأنها شركة توزيع لوحدهم وافصلوها عن الشبكة هنريح الدنيا لكن إن إحنا الإمكانيات الوقت إن إحنا ننمي أو نبطل قطع كهرباء ده أمر مستحيل وهتستمر على ذلك لمدة من سنة لثلاث سنين على ما تقولي لو كان فيه لو مزادش السكان وإني برضو ماشيين بالخطة زي الزحلفة كده بالراحة سنة سنة لو كده هندنتها المشكلة قائمة ولا حل لها لابد الحقيقة من إدارة للأزمة دي وبسرعة شديدة جدا لأنه زي ما كنا بنقول في البداية الكل يتساءل عن حلول لهذه الأزمة والكل مستاء من انقطاع الكهرباء بشكل متكرر وزي ما كنا بنقول يمكن في أكتر من مكان بيتقطع الكهرباء كل يوم من ساعتين لثلاث ساعات يمكن أكتر من مرة كمان في اليوم الأستاذ السيد حجازي نائب رئيس تحرير الأهرام أنا بشحي فن معنا مشاهدين الكرام بعد الفصل نستكمل فقراتنا خليكم معنا